شدد الجيش في ميانمر من لهجته بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف دامية وحذر المتظاهرين من أنهم يواجهون خطر الموت الأمر الذي لم يمنع آلاف الأشخاص الأثنين من النزول مجددا إلى الشارع وبعد ثلاثة أسابيع على انقلاب الأول من شباط فبراير لم تتراجع التعب المنادية بالديمقراطية وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد وأتى تحذير العسكريين غدا يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى مع وفاة شخصين في ماندلاي عندما أطلقت شرطة النار على الجموع وشخص ثالث في رانجون وجاء في بيان الجيش يحرد المتظاهرون الناس ولا سيما منهم المراهقون والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها وحذر البيان المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس على التمرد والفوضى ترجمة نانسي قنقر